افتتح مع الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط فعليات مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط وأفريقيا لتكنولوجيا زيت الوقود المتبقي والذي يقام خلال الفترة من الثامن وحتى العاشر من ديسمبر بتقنية الاتصال المرئي عن بعد ويشارك في المؤتمر أكثر من 300 من الرؤساء التنفيذيين لشركات النفطية وعدد من منتسبي شركات النفطية الإقليمية والعالمية والخبراء والمهندسين والمختصين بالصناعات النفطية حول العالم وبتنظيم من الشركة الأوروبية للاستثمارات البترولية وشركة نفط البحرين بابكو بالتعاون مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز وبدعم عدد من الشركات النفطية العالمية والخليجية اشتركوا في القناة